هذا جامعة صالح اليوم انا ضيف جامعة صالح جامعة الشعب انا اليوم ضيف حقه تمام ما جيت اتلجأ في احد على قولتكم تصور في السائلة او تصور لا انا ما جيت اتصور في السائلة انا ما جيت ادور فلوس او ادور وسخ الدنيا الى انا ابوه بالجزمة انا جيت ادافع عن صنعة اليوم صنعة التي كلكم تخلطوا عنها كلكم كلكم وقفت ضدها مع السعودية كشف الشاعر احمد بنة القيادي في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يرأسه عضو مجلس القيادة طارق صالح عن عودته الى صنعاء ومغادرة صف التحالف وذلك في اطار موجة التأييد لحكومة صنعاء التي بدأت في اوساط المنتسبين للقوات الحكومية على خلفية الموقف من احداث فلسطين والتي كشف عنها موقع يمن ايكو قبل ايام ونشر الشاعر بنة اليوم على حسابه في منصة اكس مقطع فيديو رصده يمن ايكو قال فيه انا اليوم امام جامع الصالح الشعبي ولم اتي للبحث عن مال جئت للدفاع عن صنعاء التي كلكم وقفتم ضدها مع السعودية والاماراتي واضافة انا جئت لأقف مع وطني ومع الشعب ومع فلسطين وتلبية لنداء اطفال غزة والاقصى ادعو كل الاحرار ان يدافع عن بلدهم ولا يغركم المال السعودي والاماراتي الوطن اغلى ويعلم الله اني لن اخون مبدئي وتابع الاف الاطفال قتلوا في فلسطين وفي الاخير يريدوننا ان نقول عن ابو عبيدة ارهابي ويتبع ايران هذا الكلام عيب والامور واضحة مثل الشمس تم تدمير غزة ويريدون ان ندافع عن اسرائيل عودوا الى صنعاء وكان الشاعر بنه كشف في فيديو سابق انه تم قطع راتبه من قبل الجهات الحكومية لانه تبنى موقفا مناصرا للقضية الفلسطينية وقال في ذلك الفيديو الذي صوره اثناء تواجده في عدن قبل خمسة ايام قطع راتبي لانني لم اسكت عن قضية فلسطين ويردونني ان اطبع هل ستعود الجمهورية على يد هؤلاء واضاف لن اسكت وسأقف مع الحق وفي فيد سابق كان بنت قد علق على احتجاز قوات حكومة صنعاء لسفينة غالاكسي ليدر الاسرائيلية في البحر الاحمر قائلا انها عملية ترفع الرأس وان العدو الحقيقي لليمن والامة اليوم هو اسرائيل وامريكا واضاف من يقولون ان السفينة كان فيها سلاح لدعم الحوثيين ويشكك في العملية يحاولون احباط عزائم الرجال وهذا عيب وقبل عودته الى صنعاء كان بنت نشر عدة فيديوهات وتغريدات دعا فيها اليمنيين الى التوحد تحت راية القضية الفلسطينية وهاجم المشككين بدوافع حكومة صنعاء في استهداف اسرائيل وكان موقع يمن ايكو علم ان المئات من الضباط والجنود في القوات اليمنية المدعومة من التحالف انسحبوا من معسكراتهم ومواقعهم وعادوا الى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء على خلفية الموقف من الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة معلومات يمن ايكو اكدت انه منذ اعلان حكومة صنعاء استهداف اسرائيل حدث جدل واسع في معسكرات القوات اليمنية المدعومة من التحالف في مارب والساحل الغربي وجبهات الحدود عندما ايد عدد كبير من الضباط والجنود عمليات قوات صنعاء ضد اسرائيل والذين استغربوا من تحركات واستنفار قياداتهم العسكرية العليا ومسعيهم لتحريك الجبهات معتبرين انه شكل من اشكال مساندة اسرائيل واضافت المعلومات ان هذه الاحداث سببت فوضى كبيره في تلك المعسكرات والمواقع التابعة للقوات اليمنية التابعة للتحالف حيث قرر المئات من الضباط متوسط الرتبة والجنود الانسحاب من مواقعهم ومعسكراتهم باتجاه مناطق سيطرة حكومة صنعاء تمهيدا للانضمام لقوات صنعاء وفي هذا السياق كشف مصدر كبير بقوات صنعاء لموقع يامن ايكو ان هناك كتائب باكملها عادت من الساحل الغربي ومن جبهات الحدود وتم التمسيق لأفرادها لتصل بامان الى معسكرة تابعة لقوات صنعاء ووفقا للمصدر الذي نقل عن العائدين فقد اقدمت قوات طارق صالح في الساحل الغربي والقوات في مارب من بينها قوات يقودها ذياب القبلي على اعتقال عشرات من الجنود والضباط واخضاعهم للتحقيق على خلفية تأييدهم عمليات قوات صنعاء ضد اسرائيل والتحقيق معهم في تهم تتعلق بالتخطيط للانشقاق يذكر ان القيادية في حزب الاصلاح محمد ناصر الحزمي الادريسي ورئيس كتلة الحزب في مجلس النواب في الدورة البرلمانية 2003-2009 نشر تعليقا مقتضبا على العملية التي نفذتها قوات البحرية التابعة لحكومة صنعاء حيث قال عمل بطولي ومشرف من جانبه وصف مختار الرحبي المستشار الاعلامي السابق لرئاسة الجمهورية ومدير قناة المهرية الفضائية عملية احتجاز السفينة الاسرائيلية با المقدسة وقال الرحبي أي سفينة اسرائيلية هي هدف لكل حر بالتالي استهداف الحوثيين لهذه السفن يأتي في اطار المعركة المقدسة لكل يمني وعربي ومسلم حر للكيان الصهيوني الارهابي واسنادنا للمقاومة الاسلامية في غزة التي تواجه آلة الحرب والقتل الصهيونية الامريكية الغربية وفي اطار الرد على وسائل الاعلام المنحازة والمتعاطفة مع الكيان الاسرائيلي التي تصف احتجاز السفينة الاسرائيلية بانه عملية اختطاف قال مراسل قناة الجزيرة في اليمن سمير النمري ما قام به الحوثيون ليس اختطافا بل احتجازا وسيطرة اعلن عنها ضمن حرب واسعة ضد الاحتلال الاسرائيلي واردف النمري بالقول يطالبون الحوثي بمهاجمة اسرائيل فاذا فعل قال كذاب واذا لم يفعل قال جبان وفي وقت لاحق كشف الاكاديمي السعودي الدكتور نمر السحيمي المعروف بمعاداته للحوثين في اليمن عن قيام وزارة الدفاع اليمنية المدعومة من التحالف بتوجيه تحذيرات لضباطها وافرادها من خطورة التعاطف مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس وقال السحيمي في تغريدة على منصة اكس رصدها يمن الكو ان وزارة الدفاع اليمنية تحذر قادة وافراد افرع قواتها من التعاطف مع الخارجين عن الاجماع العربي والاسلامي من الفصائل والاذرع الارهابية المدعومة من ايران كحماس والحوثيين الذين استغلوا القضية الفلسطينية للتأثير على الشعوب العربية لتمرير مخططاتهم العدوانية بحسب قوله